اهلا بكم من جديد في كلمته امام المشاركين في مؤتمر موسكو للامن الدولي جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوته الى بناء عالم متعدد الاقطاب يقوم على اساس احترام سيادة الدول معتبرا ان ذلك سيكون حلا لاغلب المشكلات فالرئيس الروسي يرى ان الصراعات في مناطق مختلفة من العالم تتضخم بل يتم اشعال نزاعات جديدة والهدف هو مواصلة الاستفادة من المآسي الانسانية والتلاعب بالشعوب واجبار الدول على التبعية واستغلال مواردها في اطار نظام استعماري جديد بينما قال وزير الدفاع الروسي سيرجي تشويغو ان العملية العسكرية في اوكرانيا وضعت حدا لهيمنة الغرب فهل اصبح النظام الدولي الجديد قيد التشكيل بالفعل وما هو اثر الحرب في اوكرانيا على بنائه وهل تكفي القوة العسكرية لتحديد موازين القوى في العالم وحدها لا لتجزئة الامن في العالم مشروع تخوض من اجله موسكو ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا والحرب الهجينة غير المعلنة ضد التكتلات الغربية مؤتمر موسكو للامن الدولي في نسخته الحادي عشر كان منصة شددت من خلالها روسيا على اعتماد نهج واضح لضمان الامن والاستقرار في العالم هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب واحداث صراعات واجبار بلدان اخرى على الانصياع لها في اطار الاستعمار الجديد الولايات المتحدة تحاول اعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة اسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها السياسة الدفاعية لاوروبا تخضع بشكل كامل للولايات المتحدة الامريكية والسلاح الروسي بدد اسطورة اسلحة الناتو وقدراته ابرز التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدفاع الروسي الذي اكد تمسك روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة العملية العسكرية الروسية الخاصة بددت الكثير من الاساطير بشأن الاسلحة وقدرات الناتو قوتنا المسلحة تمكنت بفضل مهنيتها وقدرتها الرفيعة من صد الهجوم الاوكراني المضاد على الرغم من استعمال كييف للأسلحة المحرمة دوليا الوضع الامني في الدول الافريقية والاسيوية وامريكا اللاتينية ومنطقة شرق الاوسط والامن الغذائي ملفات نوقشت في دورة الحادي عشر لمؤتمر موسكو للامن الدولي هذا المؤتمر هو في كل مؤتمراته وكانت ذو فائدة ومنفع وتداول ملفات منطقة الشرق الاوسط ومناطق اخرى في العالم اوسع ونحن جزء من هذا الصراع وجزء من هذا العالم المتداخل والمترامل منها اقراف ومتداخل متشابك في مصالح الامنية والسياسية والعسكرية وفقا لمشاركين في مؤتمر موسكو للامن الظروف الجيوسياسية والامنية التي تعيشها روسيا دفعتها لتعزيز تعاونها الامن والعسكري مع من تصفهم بالدول الصديقة وذلك لوقف الهيمنة الغربية من خلال النسخة الحادية عشر لمؤتمر موسكو للامن الدولي تجدد روسيا رفضها لتجزئة الامن وتدعو الى تشكيل عالم متعدد الاقطاب للمساهمة في حل القضايا الامنية العالقة يوسف بيقار الغد ضوحي موسكو ومن موسكو معنا دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات ومعنا من واشنطن داكوتا وود المسؤول السابق في البنتاجون وكبير الباحثين في برامج الدفاع لمؤسسة هيرتج للدراسات اهلا بكم ابدأ معك سيد داكوتا من واشنطن الان لم تكن الولايات المتحدة تريد ان تقدم روسيا على دخول اوكرانيا حذرت ذلك او حذرت من ذلك وعملت منذ اللحظة الاولى منذ اكثر من عام ونصف على منع ذلك وعلى ايقاف هذه الحرب وحتى الان لم تستطع هل معنى ذلك اننا اصبحنا فعلا امام عالم متعدد الاقطاب لم تعد امريكا هي التي تسيطر على القرار الدولي اعتقد ان كلامك صحيح ان هناك الكثير من مراكز القوى الان في اماكن متعددة ولذلك يتم وصفها بانها دول ذات قوى دولية ومنها الصين وصين تعتبر الان من الدول التي تتميز بانتاج الكثير من المنتجات باسعار منخفضة ولذلك فان لديها قوى اقتصادية كبيرة جدا والسوق في الصين قد تقدم بشكل كبير وهذا قد ساعدهم على زيادة قدراتهم في جميع المجالات ومنها المجال العسكري وروسيا ايضا اصبحت ولا تزال قوى كبيرة جدا ولديها الكثير من المصالح في جميع انحاء العالم وتعتبر منافسة بشكل كبير لكل اسواق اوروبا هذه هي الحالة التي لا ينكر احد ان المشكلة التي لدى الولايات المتحدة الامريكية هي روسيا ونيتها ان تستخدم الكثير من الاسلحة ومن الاسلحة النووية لتهدد دول مختلفة ان روسيا قد دمرت روسيا بشكل نظامي وهي تحاول ان تدمرها بشكل كلي هذا الذي وجدناه من روسيا والكل يعلم ما تريده روسيا هي لا تريد سلاما ولكنها تريد مصالحها وكل السلوكيات التي تصدر عنها تدل على ذلك بالمناسبة سيد وود يعني انت الان تقرر لنا باننا بالفعل امام مرحلة اولى لعالم المتعدد الاقطاب طيب وحدستنا عن الصين وعن روسيا طيب نعم بالمناسبة يعني ما سر هذا العداء بين الامريكان والروس يعني تاريخيا لم يتحاربا بل حاربا معا حاربا معا في الحرب العالمية الاولى والثانية لم يتواجهان عسكريا من قبل ما سر هذا العداء بينهم حسنا ان اثناء الحرب العالمية الثانية كان هناك عدو وهو المانيا ولذلك فكان على الروات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي ان يتحدوا من اجل مقاومة المانيا في هذا الوقت لان المانيا كانت تنتوي ان تسيطر على اوروبا باكملها وايضا بعض الدولية الافريقية وكان على الثلاث قوى ان يجتمعوا من اجل هزيمتها ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية الاتحاد السوفيتي حاول ان يسيطر على شرق اوروبا باكمله ولقد بنوا الكثير من القواعد العسكرية ولم يشاركوا احدا معهم ارادوا ان يسيطروا على الغرب غرب اوروبا باكمله ولذلك نشأت بعض التوترات والقراهية بين الولايات المتحدة الامريكية وبين روسيا او كل بين روسيا وبين دول الغرب وايضا هناك بعض القيام المختلفة فان دول الغربية وامريكا تطلق الديمقراطية على عكس روسيا دكتور اصف ملحم اذا ما كنا اذا الان امام بدايات لعالم المتعدل الاقطاب واذا ما كانت البداية هي حرب اوكرانيا هل نقول بذلك ان ميزان القوى العسكرية وحده يستطيع ان يفعل ذلك تحية لكم والي السادة المشاهدين والي الضيف الكريم سيدي لا اعتقد ان القوى العسكرية لوحدها كافية يعني عندما ندخل هذا المصطلح القطب فيجب ان يتمتع بثلاث عناصر مؤكدة العنصر الاول هو القوى الاقتصادية العنصر الثاني القوى العسكرية والعنصر الثالث يعني ان صحت التسمية التوافق الثقافي يعني لا يمكن ان نقيم قطب بين دولة لا يمكن ان ندخل في هذا القطب دولتين مختلفتين جزريا من حيث الثقافة ومن حيث الرؤية رؤيتها العامة للحياة ولمبادئ هذا الكون وبالتالي لا بد ان يكون نوعا من التقارب الثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا القطب مفهوم القطب هو تجمع او تكتل لمجموعة من القوى تتحلق حول دولة كبيرة معينة تتمتع هذه تسمحني بالمقاطعة دكتور آصف بالقوة العسكرية تسمحني بالمقاطعة لا هناك تعريف اخر ان القطب هو الذي يفرض هيمنته على الجميع ان القطب هو الذي يجذب الاخرين اليه وبالتالي يسيطر عليهم منذ انهيار حائط برلين في التسعة والثمانين وحتى حرب اوكرانيا دعنا نقول اننا نعيش صراحة عصر القطب الواحد من تشري كلمته على القارار الدولي دعنا نسميها فضل نعم سيد من هنا تأتي دعوة روسيا لعالم متعدد الاقطاب حتى لا يستطيع احد ما ان يفرض سيطرته على الدول الصغيرة يعني عندما يكون لدينا عالم متعدد الاقطاب هناك خيارات امام الدول تستطيع ان تقول انا اريد التحالف مع الولايات المتحدة الامريكية انا اريد التحالف مع روسيا انا اريد التحالف مع الصين انا اريد التحالف مع قطب ما في افريقيا او امريكا الجنوبية أو العالم العربي على سبيل المثال أو العالم الإسلامي إلى آخره لا يهم المشكلة أن القطب حتى يكون قطباً منافساً للقوى الأخرى يجب أن يتمتع بهذه العناصر المشكلة هي في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية نفسها للعالم وكيفية إدارتها للعالم يعني هي دائماً تنظر إلى باقي دول العالم وكأنها عبارة عن مجموعة من الشركات وتحاول إدماجها في مؤسساتها الصناعية والتجارية العملاقة والتي نلاحظ دائماً سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على تقسيم الدول لكي يسهل التحكم بها والسيطرة على مواردها لأن هناك الكثير من الدول التي تتمتع بموارث وثروات كبيرة جداً ولكنها لا تستثمرها وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا من هذا الباب عبر شركاتها العملاقة وإدماج هذه الدول ضمن خطوط إنتاجها الصناعية والتجارية لا يوجد رؤية أخرى عند الولايات المتحدة الأمريكية للعالم إلا هذه الرؤية وهي بالتالي حتى نلاحظ أنها تتهرب من المعايير البيئية تتهرب من المعايير المناخية ولا تراعي هذه الاستحقاقات على الإطلاق لأن الهدف الرئيسي لهذا التطلع أو هذه الرؤية هو السيطرة على هذه الدول واكتساب مواردها بأقل قدر ممكن من المال وعلى سبيل المثال في إفريقيا نلاحظ دائماً سواء فرنسا أو بعض الدول الأوروبية لا تراعي لا المعايير البيئية ولا تدفع الضرائب وهناك سرقة تقريباً لألقارة الأفريقية من بعض الدول الغربية سيد داكوتا من واشنطن ماذا لو لم ينتصر الروس في أوكرانيا؟ ماذا لو انتصر الغرب نيتو والولايات المتحدة؟ هل حينها هذه البدايات للعالم متعادل الأقطاب ستبقى كما هي أم ستتلاشى؟ أعتقد أن هذه المناقشة ستستمر أن هذه المناقشة عن وجود أقطاب مختلفة في العالم لن تتوقف أبداً لأن التحاد السوفيتي وروسيا لديها طبوح أن تكون قوة قوية في العالم والولايات المتحدة الأمريكية بقواتها الاقتصادية والعسكرية والديبلوماسية هي التي تسيطر منذ 30 عام كما ذكرتم ولكن الآن نجد أن هناك الصين أيضاً في تقدم كبير ويتعمل على كل المستويات لذلك فعلى الصعيد العالمي أن هناك الكثير من النظمة السياسية التي سيكون لها يد في تحديد المستقبل الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة قوية ويتحاول أن تسيطر أيضاً ولكن هناك الصين ولدي هذا أسلوب آخر لتحكم في العالم هناك أيضاً التحاد السوفيتي والروسيا وهذا يعتبر اختيار سالس وسنجد أن هناك الكثير من الناس يحاولون أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الغرب في هذه الأيام ولكن لعلنا نجد في الأيام القادمة اختلافاً لوجهتهم أعتقد أن هناك الكثير من المصالح التي تحكم هذه الدول روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية لذلك في أن لديهم استثمارات كثيرة في أفريقيا وفي دول مختلفة حتى تتم سيطرتهم على هذه الأماكن وهذا الذي يتم مناقشته في المؤتمر أن روسيا قد غزت أوكرانيا حتى يكون لها قوة وأيضاً وجدنا أن هناك بعض الأحداث الأخرى التي تؤثر مثل إيران وسعودية وأيضاً فنلندا وسويد ومحاولة دماما إلى النيتو وأعتقد أن تلك الحرب على أوكرانيا سيكون لها أثر كبير ولكن حتى إذا هزمت روسيا فلن يقف الأمر عند هذا الحد دكتور آصف من موسكو لماذا لم توجه الدعوة إلى أوروبا إلى بريطانيا إلى فرنسا؟ لماذا لم توجه الدعوة الروسية إلى أمريكا؟ للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي يعني روسيا أطلقت مؤتمر الأمن الدولي العالم كله أمن العالم لماذا لم توجه الدعوة للخصوب؟ سيدي هذه الدول هي من عزلت نفسها عن روسيا منذ زمن بعيد يعني لو عدنا بالذاكرة إلى الخلف يعني وإلى المؤتمر مونيخ للسلام وقتها قال الرئيس بوتين صراحة أمام القادة الأوروبيين والقادة الأمريكيين بأن هذا التدخل في شؤون الدول الأخرى لن يقبله أحد يعني لا يوجد دولة عندها سيادة واحترام لسيادتها وتحترم نفسها تقبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونها الداخلية قوبل هذا الكلام من قبل القادة الغربيين بالاستهزاء من قبلهم وبالتالي روسيا لن تجد لغة مشتركة مع الدول الأوروبية وهناك مؤتمرات عديدة عقدت ومحادثات متعددة سواء حول أوكرانيا أو سواء حول غيرها من المشاكل ودائما يقابل الرأي الروسي بالرفض يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية على سبن سال بنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا الشرقية فالسؤال البسيط الذي يجب أن نسأله دائما ضد من هذه الصواريخ موجهة؟ قالوا في البداية أنه موجهة ضد كوريا ثم قالوا ضد إيران وهذا تبين أنه كله كذب في كذب إذن الجانب الغربي هو الذي لا يريد حلا وبالتالي ما روسيا رأت أنه من الأفضل أن تدعي أن تدعي تلك الدول المهتمة الموضوع أكثر سيد داكوتا من واشنطن هذا هو سؤال الأخير اليوم كان هناك في روسيا مؤتمر الأمن الدولي وجهت موسكو الدعوة إلى إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية إلى آسيا لم توجه الدعوة إلى أمريكا بالطبع إلى أوروبا سيامة الغربية طبعا يعني وسط أوروبا ولم توجه الدعوة إلى أستراليا إنما أفريقيا شاركت أمريكا الجنوبية شاركت آسيا شاركت ألا تعتقد أن العالم يريد أن يساعد روسيا رفضا للهيمنة الأمريكية أعتقد أن هذه فرصة من أجل روسيا أن تضمن هذه الدول من أجل استثمارات عديدة أو دعني أقول أن يكون هناك استثمارات عسكرية تخص الأسلحة بينهم وبين هذه الدول الفقيرة الدول البسيطة إن هذه الدول لابد أن تحدد مصيرها وتحدد مع منهم ومع من يشاركون ومصالحهم الاقتصادية والسياسية تكون مع روسيا أما الولايات المتحدة الأمريكية والغرم وهذا الذي وجدناه في المؤتمر وإشارة إلى التأثير الروسي في هذه المناطق التي ذكرتها وبالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها التي لم تحضر هذه المؤتمر لا نقول بأن أنها ليس لها تأثير في تلك المناطق في أفريقيا ولكن لديها تأثير كبير في أفريقيا في سوريا على سبيل المثال وفي دول أخرى وهي تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا أعتقد أن الموقف يعتبر صعب بشكل كبير وإن روسيا تحاول أن تسيطر على الموقف بهذه الدعوة لهذه الدول من واشنطن داكوتا وود المسؤول السابق في البنتاجون كبير الباحثين في برامج الدفاع بمؤسسة هيرتج للدراسات وكان معنا من موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات شكرا جزيلا لكم إذن انتهت حلقة اليوم من برنامج وراء الحدث على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد فكونوا مع الغد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر